هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الناسخ والمنسوخ تنزل التشريعات السماوية من الله تعالى على رسله لإصلاح الناس في العقيدة والعبادة والمعاملة وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطرأ عليها تغيير فقد اتفقت دعوة الرسل جميعا إليها أما العبادات والمعاملات فإنها تتفق في الأسس العامة التي تهدف إلى تهذيب النفس والمحافظة على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء إلا أن مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختها وما يلائم قوما في عصر قد لا يلائمهم في آخر ولا شك أن الله تعالى يسع كل شيء رحمة وعلم وله الأمر والنهي فلا غرابة في أن يرفع تشريعا بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول والآخر